صوت مجلس النواب اليوم على حظر مشاركة أو حضور السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات والاجتماعات التي تمس أمن الدولة في داخل العراق وخارجه كما صوت على رفض الطلب المقدم من قبل بعض النواب لربط المعهد القضائي بوزارة العدل فيما شهدت الجلسة أيضا التصويت على إلغاء قرارات مجلس محافظة الديوانية تخول رئيسه باتخاذ إجراءات قانونية بحق الأعضاء ربط المعهد القضائي بسلطة القضائي أي فصل عن وزارة العدل كان هناك طلب مقدم بعض النواب ولكن تم رفضه لذلك سيمضي المشروع بربط المعهد القضائي بسلطة القضائي وهذا هو الأفضل بالتصويت على قرار بإيقاف كافة الإجراءات الغير قانونية والغير إدارية التي تم اتخاذها من قبل هيئة رئاسة مجلس محافظة الديوانية وفي الوقت الذي تضمنت الجلسة أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي رفض مجلس النواب الطلب المقدم لإضافة مقعد للمكون الأي زي دي في مفوضية حقوق الإنسان بعد القراءة الأولى طبعا سيكون هناك استمزاج لرأي لجنة الصحة والبيئة النيابية مع مشروع القانون الذي جاء من وزارة الصحة وصياغة القانون بشكل نهائي من أجل أن يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا لمبدأ العدالة في التقديم نعبر عن عميق أسفنا وشدة استغرابنا من موقف مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم أو بالأحرى من بعض أعضاء مجلس النواب برفضه التصويت على إضافة مقعد يخصص للمكون الأي زي دي في مفوضية حقوق الإنسان وكان نشاط اللجان النيابية قد أثر على مجريات الجلسة وإتمام التصويت على بعض القوانين بسبب اختلال النصاب حيث استضافت اللجنتان القانونية والأمن والدفاع وزيري الداخلية والدفاع لمناقشة مشروع التعديل على قانون العفو كما استضافت لجنة الطاقة المسؤولين عن لجان الطاقة في مجالس المحافظات لمناقشة خسخصة الطاقة الكهربائية لدينا مجموعة قوانين أخرى كانت قابلة للتصويت إلا أنه عدم اكتمال النصاب بصراحة لانشغال بعض النواب باستضافات مهمة كما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين قبل أن ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل أحمد عرام الحراء بغداد